بسم الله الرحمن الرحيم خبر والتعليق قال النائب العام السوداني تجسر الحبر خلال مؤتمرا صحفي انه تم ضبط كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم في مدهمات بشرق النيل واضاف ان المتفجرات المضبوطة في الخرطوم شديدة الخطورة وبينها مواد شبيهة بتلك التي دمرت مرفأ بيروت أميس الصباح وأنا في الشغل جاني صاحبي من جنسية عربية جاري جاري وخايف يا مبارك ما شفت الحصد شنو داشنو اللي بحصل في بلدكم وأنا بعليهم مالك قال يا أخي قالوا اكتشفوا كميات كبيرة من المتفجرات والسودان داخل على العمليات التفجيرية وارهابية وانتو ماشيين في نفس السيناريو المصري واو من الكلام وأنا طبعا الوقت داك لسه مسمعت الخبر وبسمع فيه يعني فلما خلص الكلام قال الفاتحة عليكم انتو موضوعكم انتهى خلاص انتو ماشيين في موضوع التفجيرات زي ما حصل في مصر بالضبط يعني وكذا فلما قلت داك داك دا نشوف الخبر ونكراه ما أكضب عليكم في البداية أنا ما أتحمستني الموضوع يعني ككل لأنه التفجيرات وخلايا تفجيرية وارهابية غريبة شوي على المجتمع السوداني يعني وقبل ما أنا أمشي لموضوع التحليلات ومن ورائها ولماذا أراد هذا والكلام الكبار كباردة أنا قلت خلينا نشوف المؤتمر الصحفي ذاته ونتابعوا من البداية للنهاية اليوم ما نحن في حضرة النيابة العامة وفي وجود عدد كبير من الإعلاميين قبل ما أخش في التفاصيل الهيلمانة كانت موجودة في المؤتمر خبير متفجرات الموجود والنائب العام مولانا والناطق باسم الدعم السريع أكون صريح معكم يعني قالينا الهيلمانة دي كلها أضفت بالنسبة لي يعني نوع من المشروعية للمؤتمر والكلام الحيث قال فيه بالنسبة لي الموضوع كان وجوده زي عدمه لشنو؟ مذكرين تصريحة كباشي زمان بعد فضل الاعتصام وفي الليلة السابقة للتنفيذ دعونا لاجتماع موسع حضره كل أعضاء المجلس العسكري الانتقالي حضره كل قادة القوات النظامية وقادة المسلحة رئيس أركان ومجموعته رئيس هيطة الاستخبارات العسكرية مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني ونائبه مدير عام الشرطة ونائبه قائد قوات الدعم السريع وطلبنا أيضا من السيد رئيس القضاء والنائب العام أن يحضروا هذا الاجتماع لتقديم المشورة القانونية زي ما سمعتم يعني الكل كان مشارك بما فيهم القاضي والنائب العام والاستخبارات والشرطة والجيش والدعم السريع فإنه حصل تمجزرة واضح أنه مليقوا استشارة قانونية ممتازة نجي لمضمون التصريحات الناطق باسم الدعم السريع العماد جمعة آدم هو كان يتكلم عن الخبر والصياغة بتاعته شايفه كان يركز على موضوعين ويكررهم بكثرة الموضوع الأول عن استخبارات الدعم السريع وأهمية استخبارات الدعم السريع بين كل جملة والثاني يحشر لك استخبارات الدعم السريع استخبارات الدعم السريع وكذا كانوا يحسسك بهمية الموضوع هذا وأضف عليه موضوع شنو أنه يحريك الأمر الجلل في الاكتشافة اللي اكتشفوه هذا وعشان يبين ليك الأمر الجلل ربطوا ليك بأي شيء ممكن تلقاه في الدنيا المتفجرات اللي قوها فيها هي النفس اللي استخدمت في تفجير موكب حمدوك والمتفجرات اللي قوها دي هي اللي فيها مادة المادة النحقة نترات الأمونيوم اللي استخدمت في تفجير بيروت والكمية دي كافية لنصف الخرطوم كلها وشغال يتكلم احنا كان خليناه شوية كان حيتحمس وقلنا المتفجرات دي فيها نوعية هي اللي استخدمت في تفجيرات هيروشيما ونقازاكي يا شيخ أبرد أبرد شوية في شنو يعني احنا خلاص عرفنا الموضوع الجلل يعني لكن واضح أنه دو الصياغة بتاع الحديث والرسالة الدارة يرسلها في لاوعي المستمعين والمستمعين هنا بالنسبة لي هم اتنين المستمع السوداني أي المقصود به الرسالة الداخلية والمستمع الخارجي المجتمع الدولي واللي كله زل طبعا الهدف مختلف كيف يعني؟ طيب أشرح لكم بالنسبة للإنسان السوداني فالرسالة واضحة يعني حتكون شنو مفاجأة من العيار الثقيل فجرها النائب العام السوداني وقوات الدعم السريع بإلقاء القبض على واحد واربعين متهما بحوزتهم متفجرات خطيرة إحنا كدعم السريع مهم للأمن القومي إحنا بدون خرطوم كانت حتى تفجر بدون حط ضيعه الدعم السريع طبعا إحنا ما شاء الله عارفين الدعم السريع داخل في كل شي في كل شي فحنصل لمرحلة بعد شوية بنحس إن في دولة داخل الدولة فكان حصلت حرائق أرسل الدعم السريع فيضانات أرسل الدعم السريع مشاكل قبلية أرسل الدعم السريع مكافحة أوبيا أرسل الدعم السريع متفجرات أرسل الدعم السريع الصحة أرسلوا الدعم السريع كل شيء كل شيء الدعم السريع داخل فيه و أنا ما عارب الضبط هم دارين صالوا ليشنون في الموضوع ده و كانوا نحن ما عندنا جهاز من الخابرات عامة ولا جهاز من الخابرات في الجيش ولا عندنا دولة ولا يشيء و إحنا بدوننا الدعم السريع ولا حاجة كانوا دي الرسالة عاوزين تصلينا يعني للإنسان السوداني وللسخرية و أنا بسمع في التصريحات دي عملت استطلاع في صفحتي عن الموضوع ده رأيكم شنو في الخبر الأعلن عنه الناطق باسم الدعم السريع صدقوا أو لو تصدقوا تلتة أربعة المصوتين أي نسبة 75% منهم كانوا شايفين الخبر ده يا إنه مسرحية كاذبة يا إما من البداية بقول لك هو شنو دخل الدعم السريع في الموضوع من الأساس يعني دخلوا شنو وسؤالهم ده عن دخلوا شنو بريك أنحلي بنفكر كيف أو الناس بتفكر كيف عن مؤسسية الدولة جابوا شنو الزوال ده في الموضوع من البداية وكأن الرسالة كان عاوزين تصل للإنسان السوداني وكأنها جات بالعكس إنه مسرحية ويتدخلكم شنو نجي للرسالة الخارجية لقبل أن نصل لموضوع شنو الرسالة الخارجية نحن ممكن أفترض ممكن عاوزين يوصل لها يعني خلينا نسأل سؤال ليه أصلا إحنا عاوزين نرسل رسالة للخارج من موضوع زي متفجرات موجودة في الخرطوم حتى أنسي في الخرطوم يعني علاقة الخارج شنو شوف يا صحبي في دول العالم الثالث الحاكم أو العاوز يبقى حاكم وبغض النظر أن هو عسكري ديكتاتوري جاي من المريخ وعشان يكسب مشروعية في حكم البلد أو في المساهمة أو المشاركة في حكم البلد لازم يثبت للعالم الخارجي أنه أنا مهم للأمن القومي بالنسبة لك وده بفاصل لك التصريحات بتاعة الدعم السريع إنه سبحان الله بقدرة قادر المتفجرات اللي قوها هدي بيقول لك تصريحات أنا بعتبرها كارثية دبلوماسيا إنها ممكن تتسرب لدول الجوار من دول الجوار للعالم طبعاً هو ما عارف كارثية التصريح لكن هو عاوز يصلي يا دول العالم أنا مهم بالنسبة لكم ولسخرية القدر ولسخرية القدر فجأة كده يجيك المسماري الناطق باسم الإنقلاب حفتر في ليبيا ويقول لك الخلية الإرهابية الصفناء في ليبيا قبل أيام لربما عند علاقة بالخلية المسكوة في الخرطوم يا راجل يا راجل أنت كلكم كده مستعجلين عاوزين تثبت الإمام أمريكا والعالم والمجتمع الدولي أنكم مهمين يعني بالنسبة للحكم والسيطرة سواء كان في ليبيا ولا في الناطق باسم الدعم السريع في شنو يا أخوان نما كده ما بعملوا واضحة وعشان تظهر لك أهمية الموضوع ده بتقدر تقرى بتقرى الخبر اللي كان قبل شهر عن لقاء الملحق العسكري للسفارة الأمريكية بالقائد الثاني لقواد الدعم السريع في الخرطوم بتقرى من الناحية دي في السياق ده في النهاية هم عاوزين لقوا نفسهم مشروعية فنحن مهمين في مواكفة الإرهاب مهمين في الحدود مهمين في النزاعات القبلية في العالم نحن مهمين نرجع لمضمون التصريحات التي كانت من الناطق باسم الدعم السريع في البداية عندي نصيحة للحكومة بالله لما يطلعوا ناس يتكلموا في مؤتمر صحفي سواء منكم أو الناطق باسم الدعم السريع أو غيرهم قولهم تعالوا تعالوا ورن نص التصريحات التي بتقولوها لأنه أي تصريح رسمي بيقال عنده تأثيراته وارتداداته المحلية والدولية فلما يجي الناطق باسم الدعم السريع ويقول أن المتفجرات دي فيها خطر على الدول الجوار هم عارف التصريح التصريح ده بيعتبر كارثي لأيته درجة بنسبة للسودان يعني السودان نفسه بقاء سبب في عدم الاستقرار وإنه يفترض ما يقول تصريح زي ده ولما الناطق باسم الدعم السريع يقول والله إنه الموضوع ده ممكن يكون سبب في إنه إزالة السودان من القائمة دقيقة دقيقة هو علاقته شنو أصلا بإنه السودان يزال من القائمة ولا لا هو كمان بيقى الناطق باسم الخارجية السودانية اوه اوه معلش أنا منسيت إنه الدعم السريع داخل في كل شيء ما هو إذا حميدي بيقى فريق ورئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية ونائب رئيس مجلس السيادة فالظاهر الناس ديلي بتخش في كل حاجة يعني فالموضوع عادي وصحي والله في نقطة كده كمان يعني أنا قلت إلا أعلق عليها لكن كده يسمعوها أول حاجة اسمعوها اسمعوها هذا يدل إنه هنالك النفسية السودانية أصبحت فيها تغيير بيقى فيها غابلية إنه الإنسان السوداني بدل ما كان أمين بيقى ممكن فيها العقلية الخارجية تسيطر عليه ممكن أن إحنا نقوم بتفجيرات ما شاء الله بيقى مستشار نفسي اجتماعي للشخصية السودانية وخوفوا عليها طيب خليه هنا كمان أشاركو خوفي على الشخصية السودانية والتشوه بتاعه إنه نصل إنه نلقلينا سوداني بيقتل المواطنين بالرصاص وبيرمي الجثث في النيل وبيقتصب البنات وبيعذب الناس في الشوارع وبيجلدهم وبيحرق البيوت ودي كلها بنخاف صراحة إنه الشخصية السودانية تتأثر بها فأنا ذاتي بينه وبينك فأنا ذاتي بينه وبينك أنا خايف على الشخصية السودانية إنه تصل لمرحلة زيدي وما قامت الثورة إلا عشان الحاجات دي ما تحصل مرة تانية مدنية اللي كنا بنقولها عشان حاجة دي ما تحصل فدي بس حاجة كده قلت أقولها سريع يعني بينه وبينكم يعني وكده كان في حاجة كارثية تانية قال الزولد ودي أنا ما بعرف كيف الدولة سمحت بتصريح زي داي إنه يحصل لو بتهتموا وبتركز أصلا في موضوع التصريحات لمكان قال إنه تسريب المتفجرات دي الكافي نصف الخرطون السربت من مكان رسمي ارتدادات التصريحات دي معنا شنو معنا أصلا ما في دولة فيا ناس الحكومة بالله عليكم أضبطوا تصريحات الزولد شوية كده خلوا يروك خلوا يروك وما يتكلم في كل شيء تمام؟ ولإني سمعت كتير النغمة بتاعة استخبارات الدعم السريع استخبارات الدعم السريع فان هنا جاء في بالي سؤال له علاقة بهيكلة القوات الأمنية يا ربي لو قوات ناس عبدالعزيز الحلو وعقار وحركات الكفاح المسلح في دارفور جو ورجعوا الخرطوم عشان السلطة واتفاقية السلام هل برضو حيكونوا زي حميتيق قاعدين بميليشيات وهم على رأس الميليشيات ويقولوا إنها تابعة للتابعة للقوات العسكرية وعليه بعشوية حنسمع الاستخبارات العسكرية لعبدالعزيز الحلو الاستخبارات العسكرية لمالك عقار بعشوية حنصل لأن جيش السودان عبارة عن جيش ميليشيات هل أنا بس 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 أل يعني أنا بس بس أل هل إحنا ما شيف في الاتجاه ده في الختام كلمة بقولة لحكومة السودانية أتمنى مستقبلا تعرفوا كيف تعرضوا الأخبار اللي بتجيكم والبيتعتبروها بشكل أو بآخر مهدد الأمن القومي إنكم تعرضوها بشكل صحيح وإنكم تراجعوا التصريحات اللي بتؤقال من المسؤولين عشان ما يكون عندها أي ارتدادات داخلية ولا خارجية وعرفوا كيف تظهروها بمؤسسية وإذا كان استطلاع عشوائي عملتوا في صفحتي أظهر ليكم إنه 75% من الناس شايفين الموضوع ده كإنه مسرحية عبثية أو حتى أصلا من البداية شنو تدخل الدعم السريع في الموضوع فده واضح إنه في النهاية جاء بارتدادات عكسية عليكم إنتوا وإنتوا عاوزين تخوفون إن الموضوع ده كان حيفجر خرطوم كلها فعرفوا كيف تعرضوا الأخبار بشكل صحيح وتضمنوا إنها ماشى في سياقة الصحيح وبالمناسبة مشرة الدعم السريع يظهر في كل شيء تلك عشرة كاملة طبعا أنا ما عرف فيها عشرة ولا لا لكن ادعوت المقالات إني أختمها بالشكل إذا وهكفي شارط تحياتي مبارك جعفر